اشتركوا في القناة في التساقط على معظم المناطق الشمالية بالخصوص بالمناطق الشرقية تكون مرفوقة برعود وحتى برياح قوية نوعا ما والله اعلم رح يدوم هاتشي لغاية يوم الخميس بحويله بالنسبة للجنوب تكون الوضاع عموما مستقرة سماو سافية الى مغشات جزئيا دائما مع الرياح القوية يتبقى دائما تغوم اقصى الجنوب رح تمدنا دائما تضير الاتربة والرماء بالنسبة لدرجة الحرارة لهاد الداهيرة بحويله رح تنخفض بشكل ملحوظ على المناطق الشمالية 17 نرجا بالعسمة 15 نرجا على منطقة اقول منطقة عنابة والقارة 16 نرجا بمنطقة وهران والتلمسان متعداش 16 نرجا بالمناطق الداخلية العربية على منطقة البيض نعمة مشرية نفس المقياس تقريبا بالجلفة لغوات المسيلة 16 نرجا للجلفة لغوات 23 نرجا على شمال الصحراء 26 نرجا بمنطقة ورقلا 22 نرجا 34 نرجا بكل مناطق الجنوب الشرقي 35 نرجا 38 نرجا 39 نرجا على أدرار واتيميمون برج بجي مختار كذلك 22 نرجا بالجنوب الغربي فيما نحن نسجدو 46 درجة بأقصى الجنوب كأعلى مقياس بنسبة لدرجة الحرارة لتهم هدلي لو هدلومسية بحويلها متدبذبة لكن تبقى عموما في المعدل الفسلي ديالها 16 نرجا بمنطقة عنابة والقارة 16 نرجا بالعاسمة 16 نرجا أيضا رح نسجدوها بمنطقة وهران واتلمسان متعداش 4 درجات بالماطق الداخلية الغربية وكذا الشرقية متعداش 6 درجات بمطقة الجلفة لغوات المسيلة 14 درجة من 13 إلى 14 درجة بكل من شمار الصحراء منطقة وغلا منطقة الوادي كذلك 18 درجة على الجنوب الشرقي 19 درجة على إيليزي 21 درجة بـ 8 نرست 22 درجة بمنطقة أدرار ونسجدو 22 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب للملاحة وصيد البحري مشاهدي الكرام بام البحري رح يكون مترب أو من قليل الإطراب هنا مترب نوعا ما محصي يكون مترب خصوصا بالشواطئ الغربية والشواطئ الوسطى يكون هذا بفعل رياح تكون شمالية لشمالية غربية صرعة ديالي متروحة منعشرين وثلاثين كلمتر بنسبة للشواطئ الشرقية ورح يتعدى تلاتين لباقي الشواطئ الغربية والشواطئ الشرقية الختام يكون كالعادة بمواقع الشروق وغروب الشمس التي تهم الزائر العزمة والبعض من ضواحيه الشروق كان على الخامسة الخامسة أقول و 53 دقيقة أما الغروب على الساعة السابعة و 37 دقيقة إذا فسيلا أكثر يمكنكم التواصل معنا عابطة الموقع الليكترونيك الظاهر أسفل الشاشة شكرا للمتابعة نهاركم صحيح للقاء اشتركوا في القناة